موسيقى اليوم راح نحل مشكلة الحجية خلصت ها هيا اليوم ما راح نخلي احد يوصل للسوق ما راح نخلي احد زوجته امه يتوصل شقد مزعج هذا الموضوع ومفرح مزعج وين من ارجع وثلاثة ارباع الغراب خربانه ارجع مرت اللخ صمون نسيته وين راح اطبق بارك ماكو هاي شلون فاين زين انا اوكي حليتها بس شلون ومنه منه هذا اللي انا راح اثق به حتى يقوم يسوي لهذه الحياة السعيدة منه شي غريب معقولة ديجيتال زين هذا انا شو راح اثق بواحد انا ما سامع به ما عرفه ولا مره موصيب حياتي معقولة عنده يشتقي اليوم الارقام ما تشبب شلون اي بيزنس بالحياة لازم يربط بمشكلة والمشكلة اللي موجودة واضحة حشيناها بس انا شلون اسندها الى تجربة ناجحة فالارقام اللي تحشي اليوم على موضوع التسوق الالكتروني او خلي نكون اكثر على مستوى الجروسري يعني مخضى مسواك سوبر ماركت اربعين بالمية معدل من مستخدمين الانترنت يتسوقون جروسري يعني اربعين بالمية معدل من كل دولة موجودة في دول العالم من مستخدمين الانترنت يستعملون الانترنت حتى يتسوقون السوبر ماركت مالتهم هسا اختلاف الدول موجود بس المعدل العالمي هو ثمانية وعشرين بالمية رقم كبير اذا الفرصة لوجود هيش بيزنز ولحل هيش مشكلة هي مو بس انا ذا افكر بيها هي مسنودة عالميا الى تجارب صحيحة احنا فكرتنا شنو انو احنا اليوم اي مشروع بالحياة هو عبارة عن مشكلة اجينا لقينا المشكلة المشكلة وياها فرصة اجي امزج المشكلة والفرصة وخليها بنجاح شلون احنا النجاح لازم يكون صح هذا الشيء الصحيح اللازم نفكر به دا نخلق المشاكل اللي هي فرص كل شهو وخاصة في البلدان اللي هي نوت ويل ديبلوبت يعني شبيها يعني بعدها ستتشرع لا تستعد الله دا يوافقها اذا نشقد ما بيها مشاكل هي شقد ما بيها فرص عمل فشريب نحط هاي المشاكل ونشوف فرصها على أرض الواقع جد ونمزجها بالتجارب العالمية اللي يقولون هنا ما يقولون الناس كوبيا اللي هي موعب موعب نحن نسوي كوبيا وننسخ فكرة ونجيبها إلى بلد يستاهل أنه يتحول إلى مرحلة جديدة تشبه المشاهد والمشاريع العالمية الناجحة ونسويها بطعم عراقي راح تصير بعد أحلة فإحنا اليوم فرصنا بوجود بالبلد بوجود مشاريع ناجحة من نقعة الصبح ونقول يا الله هاي مشكلة أقدر أسويها مشروع أي ترهم زيان شلون أنا سويها صحيحة حتى أسويها صحيحة أكو عوامر رئيسية إحنا اليوم إلما نحشي نحشي للناس اللي يعدهم أفكار ويعتقدون هاي الأفكار راح تمشي لو ما تمشي هسا أنا هواية تجارب بالبلد الحمد لله والشكر خاصة خلال فترة الأخيرة قامت تكون هي فكرة جدا بسيطة من مشكلة بس لازم تكبر وكبرت والأمثلة كثيرة بالعراق ما شاء الله خاصة هاي خلال فرص المر رأيت أخذ لكم فدمثال على وحدة من الشركات اللي نفس الموضوع اللي حشيت به موضوع السوفر ماركت هاي شركة قتير تقريبا عمرها ثمان سنوات شركة من شركات لغروسري بتركيا سوت هاي شايفين قبل فترة هسا شوي اختفت يمكن سيارة تفتر بالشارع صيح مخضر طماطة هما نفسها بس طريقة أنيقة سووا سيارات براندي محترمة قامت تفتر على البيوت حتى توصل أكلهم حتى تسهل من حياة الناس هاي الفكر الشركة بدأت بمئة وثمانين ألف دولار في ذات الوقت اجتمعوا ناس مؤمنين بالقصة وجمعوا الفلوس وقال لك خلنسوا الشركة بل شوها بهالطريقة شافوا وراء فترة هذي فرصة حلوة بس احنا لو نضرب على بعض شغلة أهم أنه أنا أروح بتوقيت معين وألتزم بروحي أروح لهذا الشخص أو أدي له شا سوي راحوا واشتراوا مطارات جابوا المطارات حقوا لهم 200 مطار طبعا ما دفعوا فلوس لأنه فرص العمل كل شو سوا يأتي السائق يتفقون ويقولوا لأنت شقد ننطي كوردر أنت روح وتصل لنا وتعالي لنا ونرح سوى فسووا بدأوا يروحون على مستوى من فئات بالمجتمع هي مريد نقول هي مستوى الذي يمثل عمّة الشعب الذي يحاولون يلقون فرص على مستوى شركات فجابوهم ربطوهم تعالوا شافوا من قبل يوصلون الأكل بالمطارات أسرع الناس فرحت بيوم وليلة وراء ما سواوا هذه الخطوة الشركة قيمتها السوقية التي اليوم قيمتها 2.5 مليار دولار صارت قمزة 10 أضعاف ما كانوا حاطين الناس وفلوسهم لماذا؟ لأن أجاههم زخم عالي من الطلبات فهم محلوا مشكلة ثانية ماذا يفعلون يحلون مشاكل الناس وبنفس الوقت قيمة الشركة تتعلى فالتوصية ليس شرط اليوم والمشروع الذي أفتحه والمشروع سيربح يخسر خمسة سنين وإصرار يوجد إرادة أنه يجب أن يصير كبرت الشركة اليوم هذه الشركة توسعها ووجودها وبقيمتها السوقية بتقييم مستوى قدرت توصل أكثر من مستوى تركيا طلعت وقامت تجرب فرص أخرى تحاول تضيف من مردودها المادي لكن أين تتلم مشاكل جاء يشاف والله السوبر ماركت بالبلد مو كلش لكوالله مانتها عالية مو كلش ديدارون اللحم الخبز ما حاط طيصح قاموا يركزون على مشاكل أنه يسوه وتحولوا من أونلاين وين راحوا صاروا فيزيكا يعني صاروا بالشارع وصار اسمهم للرايحة التركية راح ينتبه على هذا البراند وهو من البراند اللي أثرت بنا صراحة فاليوم النصح اللي يريد نحكي به واللي يريد نقوله أنه فريق صحيح مؤمن بالفكرة اللي يجوز ثلاثة فكروا بيها اختيار قائد صحيح حتى يدير دفة المشروع لأن سفينة من تكثر ملا اللي حش بيها تغرق يجو نختار قائد نختار فريق مؤمن ذول الفريق راح يكملون النجاح بعدين راح أشوف الشيء المهم لذول الناس اتخذه يجو ويختار الوان وشكل مؤثر وقريب على الوان حاطيها شوية فريش قريبة على السوفر ماركت مالتهم فقدر يؤثرون بالناس فالتوصية أن اختيار البراند جدا مهم وشكله واسمه أنه تكون المشروع مربح لازم لأن لأي شخص بالمستقبل خلي قبل ما أروح بالتفصيل أكثر هي نوع من شركات ما بنيت أنه تربح ثاني يوم بنيت على أنه تكون على قيمتها السوقية وإدخال مستثمرين يعني اليوم واحد قال قال أنا أريد أن أفعل بيزنس خلي يحط المعطيات التي نحكي بها اليوم هي كأساس أنا أريد أن قنع اليوم قرائبي تعال حبيبي تدخل هاي الشغلة حلوة ومرتبة هس اسمها حلو ويختار البراند الحلو فسوي شي رح يقول لك أوكي إذا هو الرجال يفكر بفلوس يقول هاي وقت نربح لا أكتب لقيت هاي شركات مو قيمتها إنه أنا تربح باشر قيمتها شقد بيها دخول لإيرادات بحيث يكون دوار الفلوس داخل الشركة المنثلي شهريا عالي جدا جزء مدى أربح منه بس رح يجوني مستثمرين يباعون والله هذا دوار الفلوس بها عالي فأقتنع أدخل بيه فلازم يكون شرط بس لازم أكو خطة اختارينا قائد اختارينا فريق صحيح اختارينا ماركة وبرانت صحيح واختارينا أنه يكون البزنس رابح بخطة زمنية معينة تكاملة هاي العناصر وأكو شغلة مهمة إحنا نفكر لازم بطريقة نجي نقعد الصباح نقول نحن سوينا البلان مالتنا وهاي الخطة وأرجوكم الكل يلتزمون بها ولازم نطول هذه وما حد يطلع عن الخطة وراح أخلي واحد هذا يوميا يخابر تعرفون الستارتوب يسوون الخطة عمرها سبوعين هذا الاجائل اللي احنا اليوم بنظام إدارة المشاريع لازم مو فكست اون الشغلة هي دستور صارت لأنه حجم التطور يصير بالتكنولوجيا وبالأعمال سريع فلازم شي صير نؤمن نؤمن إنه شغلة أوكي لا تعالوا خلنا نتناقش احتمال كل اللي صار قبل أسبوعين انتبقنا على خمس نقاط نشير ونذب خلاص لأنه رح تؤمنون إنه لازم نصير متأقلمين ويتغير السريع فالاجيل هاي كل مهمة بتفكيرنا بإنشاء مشاريعنا هاي العوامل الرئيسية اللي حكينا بيها هي عوامل نجحت نوع شركات ومشت وكبرت وصار لها اسم فرصنا بالبلد عالية جدا فرصنا كبيرة إلى أكو مثل الشيك شبير والرقعة صغيرة ماشي هنا رقعة هنا رقعتين هنا ثلاثة هنا أربعة جمعا صارت حلقة شبيرة وسدت الرقعة بس لازم نبدي لحد يقول ما نبدي أي واحد وبيضمنه معاني من أجينا حيشينا بفرص أعمال معينة هي كانت عبارة عن نقاشات وما شاء الله وصلنا إلى مرحلة مباوع للمشاكل هواية ونتمنى أن هناك هواية ناس يساعدونا حتى نمشي بيها فكر وابدي والقصة الرئيسية اللي نريد نوصي بيها هو قانون الجهد المهدور لنحرق جهد ما يصب بشي بس يعلمنا لأن ما يكون شي بدون ثمن هدروا جهد يعني شنو غلطوا بلشوا وتعرفون الأسد 75% من محاولاته فاشلة بالصيد 25% بس هو ينجح بيها هذا حاجي مو ماتي هذا حاجي تحليل يعني هذا الأسد ملك الغابة اللي كل ما نشوف الانقاد مفترس له واحد طلع هذا 75% من محاولات صيد حتى يصطاد فاشلة ينجح بال25% زيان إذن هذا قانون فالقانون يقول وقع هواية وأغلط هواية وأخسر هواية بس الصح شنو أنه تكمل لأنه إذا وقعت وما قمت خلاص وقعت بس لو قمت رح تتذكر الوقع وتعلمت من عدها فكمل امشي روح جاهد وراح يصير نجاحك يفرحون بكل الناس وأول هم أنت إن شاء الله ما طورت عليكم بس شريت بس إحنا حلينا مشكلة الحجية أول ما بلشنا إن شاء الله سنت اللوخ يأتي واحد هنا يحل لنا مشكلة الحجي وعائلته شكرا جزيلا شكرا جزيلا